من موسكو التحكبية السيد فاديم كوزولير رئيس مركز الدراسات العالمية والعلاقات الدولية والمستشار في برنامج الأمن العالمي والإقليمي أهلاً وسهلاً بك معنا عبر تطبيق زوم أيضاً يلتحكبنا من فيينا السيد سبستيان شيفر مدير مركز الدانوب ووسط أوروبا أهلاً وسهلاً بك أيضاً معنا سيد فاديم دعني أبدأ معك كيف ستكون ردة الفعل الروسية في مقابل مثل هذه الخطوة التي يتم الحديث عنها في أروقة الاتحاد الأوروبي باستخدام أرباح الوصول الروسية لتمويل أوكرانيا روسيا مستعدة لمثل هذه الخطة وننتظر متى سيتم تنفيذها ولدينا هنا قرارات جاهزة في هذه الحال حيث أن لدى روسيا أصول كثيرة غربية في روسيا ويمكن أن تكون رد فعل روسي والتي يبلغ حجمها أو يعادل حجمها حجم الأصول الروسية المجمدة في أوروبا هذا أولاً وثانياً فإن الأوروبيون سوف يواجهون بقضايا ترفع أمام المحاكم لا يستطيع الأوروبيون التعامل وتعاطي معها ومثال بسيط على ذلك قبل أنا قمت بالدخار أموالي في بانك أمريكي وهو سيتي بنك وقد تم تجميد الدخار التقاعد الخاص به في هذا البانك ولا أتمكن لغاية الآن من الحصول على هذه الأموال ولذلك سوف أتوجه إلى المحكم وأرفع دعوة ضد سيتي بنك والشركة المتواجدة في بروكسل والتي قامت بتجميد حساباتي وعلاوة على المتقاعدين هناك الكثير من الشركات التي سوف ترفع قضايا ضد سيتي بنك أمام المحاكم الأوروبية ووضح هذه النقطة اسمح لي أن هذا بالسيد سبستيان سيد سبستيان اليوم هل بالفعل القادة الأوروبيين قادرين ومستعدين ومتحدين لاتخاذ مثل هذه الخطوة التي لا يمكن إنكار بأن لها ما لها وأيضا عليها ما عليها من تفاصيل مساء الخير وشكرا على الاستضافة أعتقد أنه عندما يكون لديك 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طبيعي أن يكون هناك صعوبة بالتوصل إلى قرارات مشتركة ولن نحقق التوافق دائما حاليا هناك هذا النقاش باستخدام هذه الأصول بشكل كامل أو جزئي الآن يتم النظر بالاحتمالات أو الخيارات القانونية للتأكد من أن هذا الخيار متاح قانونا هناك أيضا احتمال آخر أو خيار آخر تتم نقشته وهي أن الفائدة التي تولدها هذه الأصول المجمدة ونحن نتحدث عن ثلاثة مليار يورو سنويا يمكن استخدامها لهذا الغرض فبالتالي هناك عدة خيارات على الطاولة والنقاشات الجارية من المثير جدا للاهتمام أنه في هذا الوقت الآن بالتحديد نرى من روسيا ومن الزميل الروسي أنهم يطالبون بالعمل بموجب القانون لأن ما تقوم به روسيا هو انتهاك للقانون الدولي بامتياز في هذه الحرب غير المشروعة ويمكن إزالة التجميد بسهولة عندما يتوقفون عن غز أوكرانيا سيد فاديم هل تحمل الولاية الرئاسية الجديدة لبوتن نهج ربما يكون أكثر تشددا تجاه الأوروبيين خاصة في مسألة انضمام السويد فلندا الحديث عن قوات فرنسية ستكون متواجدة في أوكرانيا بشكل أو بآخر ومثل هذه الخطوات التي ربما يراها الروسيون بأنها خطوات استفزازية نعم أعتقد أن كما شهدنا خلال العوام الماضية أن الخلافات ازدادت بيننا وبين الولايات المتحدة وبيننا وبين الاتحاد الأوروبي وكانت روسيا قد أوصلت رسالتها واحتجاجها إلى قادر الغربيين ولكن لم تسمع هذه الملاحظات وهذه العملية مستمرة ولذلك أتوقع أننا سوف نشهد مثل هذه الخلافات في المستقبل ولكن في لحظة ما سوف نكون مضطرين للتوافق مجددا وقد يحصل هذا بشكل سريع جدا إذن بعد إعلان لجنة الانتخابات الروسية رسميا بفوزه بولاية جديدة شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مواطني معتبرا بأن نتائج هذه الانتخابات الرئاسية هي دعم لسياسة البلاد واقتصادها دعونا نستمع نستمع دروجنا سميا نستمع لسياسة البلاد واقتصادها نستمع لسياسة البلاد واقتصادها ومعاً من نفسها ومعاً من نفسها ومعاً من نفسها شكرا سيد سبستيان استمعت لهذا الحديث وهذه الولاية الرئاسية الجديدة هل يتوقع أو في حسبان القادة الأوروبيين أن يتم تغيير السياسات أو تكون أكثر تشددا بالنسبة لبوتين تجاه أوروبا تجاه كل هذه التفاصيل وإلى أي مدى هذا في الحسبان بالنسبة لأوروبا لقد سمعنا مثلا أن رئيس المجلس الأوروبي سيد ميشيل قبل أن تفتح صلاديق الاقتراع في روسيا أعلن أن هذه الانتخابات لن تكون انتخابات حرة وعادلة نحن شهدنا على أكبر تلاعب في الانتخابات الروسية منذ 24 عاما وهذا مؤشر واضح على ضعف بوتين وخوفه برأيي من أن الرئيس الروسي لن يتمكن من الفوز بهذه الانتخابات من دون تزويرها واضح أنهم أرادوا أرقاما أعلى لإظهار الوحدة في الدولة وإذا ما كان هذا صحيحا سنرى مع الوقت إذا ما كان هذا صحيحا ولكن من ناحية الاتحاد الأوروبي نعرف أن هناك حزمة جديدة من العقوبات التي تعد ضد روسيا وإذا ما توصلنا إلى هذا التوافق وأنا متفائل فعلا بأننا سوف نتوافق وسنستمر على هذا النحو لأنه ليس هناك أي خيار آخر نعرف من هي الجهة المعتدية نعرف من يهاجم أوكرانيا ومن يتصرف بشكل غير مشروع سيد فاديم مسألة طول أمد الحرب في ظل كل هذه المتغيرات السياسية صحة العبارة نتحدث عن إدارة أمريكية ربما تكون قادمة ومختلفة من خلال الحزب الجمهوري نتحدث عن تغير أو تقليل حجم الدعم من قبل الولايات المتحدة مقابل بحث الأوروبي لدعم يكون ربما أكبر مسألة طول أمد الحرب هي في مصلحة موسكو أم أنها ترهق موسكو نحن نرى أن روسيا أخذت تؤقلم اقتصادها واقتصادها مستقر وكل التوقعات والتنبؤات لدى القادة الأوروبيين والأمريكيين بأن هذه العقوبات على روسيا سوف تكون فعالة وأنها سوف تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الروسي كل هذه المحاولات باءت بالفشل ومهما تصور الأوروبيون أو الأمريكان بأن رئيس بوتين فاز بالانتخابات بسبب التزوير أو الاضطهاد فهذا غير حقيقي وغير واقعي وإنما كان هذا الانتخاب عكس الدعم الشامل للمواطنين الروس من قبل المواطنين الروس للرئيس بوتين وما يتحدث السياسيون عنه اليوم هو أن النزاع في أوكرانيا ساعد على رص صفوف المجتمع الروسي وتعارض مع روسيا وهذه الضربات التي يوجهها الأوكرانيون إلى مدننا هي أيضا توحد الشعب الروسي حول الرئيس بوتين وتؤكد مرة أخرى على ضرورة الاستثمار في الصناعات العسكرية الروسية وبالتالي هناك تغيير جدري سواء في الاقتصاد أو في الوعي وعي السكان ومن الضروري فهم هذه الحقيقة نعم روسيا تصبح أقوى وأكثر ثباتا وهو ما لا نلاحظه في الاتحاد الأوروبي وبالتالي روسيا تصبح أكثر ثباتا وأكثر قوة من الناحية العسكرية وكذلك تزيد من إنتاج صناعاتها العسكرية ولكن يبقى هناك فهما واحدا هو ضرورة العودة إلى الحوار وهو ما يدعو إليه ما تدعو إليه وزارة الخارجية الروسية وكذلك الرئيس فلاديمير بوتين ولكننا لا نرى أي تعاطي مع هذه الدعوات من قبل الغرب لكن كل شيء ممكن أن نتغير بسرعة كما أسلفت سيد سبستيان كيف تنظر لمسألة تقليل أو انخفاض الدعم الأمريكي لأوكرانيا ونعلم بين الولايات المتحدة كانت تدعم أوكرانيا في هذه الحرب بشكل كبير وربما كان الأوروبيون يعولون على دعم الولايات المتحدة اليوم الدعم الأمريكي ينخفض بشكل أو بآخر وهناك ربما أيضا أحاديث لم تعد موحدة في الولايات المتحدة تجاه ما يحدث في أوكرانيا إلى أي مدى ذلك سيؤثر على الموقف الأوروبي تجاه أوكرانيا من ناحية هذا صحيح تماما ما قيل أيضا عن التحول الاقتصاد الروسي إلى اقتصاد حرب نحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في أوروبا نرى أن النقاش حول استمرار الدعم من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا والقيام وأقرار حزمة إضافية من المساعدات في الكونغرس كل هذا يؤثر على الوضع على الأرض في أوكرانيا كما نستطيع أن نرى وعليهم حاليا أن ينسحبوا إلى درجة ما وهناك الكثير من التحديات على أرض المعركة ولكن ما نراه اليوم أيضا في بروكسل هي جهود مستمرة للاستعداد للمزيد من الاستقلالية عن الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أننا وصلنا إلى هذا المستوى من الوعي بأن هناك احتمال أن يصل ترمب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة مع كل ما لذلك من تداعيات والاتحاد الأوروبي هنا لن يتمكن من استبدال الدعم العسكري الأمريكي بشكل تام ولكن هناك المزيد الذي يمكن للاتحاد أن يفعله ونستطيع أن نرى ذلك وقد سمعنا هذا المقترح الآتي من استونيا وهم سوف يمنحون 0.5% من إجمال نتج المحلي لديهم للمساعدة في أوكرانيا وإذا ما قام كل عضو في الاتحاد الأوروبي بذلك هذا يعني أننا سوف نتفوق على كل جهود روسيا في هذا المجال واسمح لي فقط بملاحظة وبإضافة هنا لأن الضيف من موسكو ذكر أن أوكرانيا الآن تستهدف المدن الروسية وهذا يجمع الناس حول بوتين جيد أن يختبر الشعب الروسي ما يحصل بشكل يومي في أوكرانيا هم أيضا يعرضون المدنيين في أوكرانيا واليوم حصلت هجمة بشعة جدا على المدنيين في أوكرانيا وحيث يموت المدنيون ويصابون يوميا بسبب هذه الأعمال البشعة من روسيا وغير الضرورية أبدا والتي تنتهك القانون الدولي من فيينا السيد سبستيان شيفر مدير مركز الدنوب وغسط أوروبا شكرا جزيلا لك من موسكو السيد فاديم كوزولين رئيس مركز الدراسات العالمية والعلاقات الدولية والمستشار في برنامج الأمن العالمي والإقليم أيضا شكرا جزيلا لك